اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على 25 درهم. على 25 درهم. عدنا حجام مختلفة طبعا مشاهدين الكرام شيء مصغر وشيء عدنا من الكبار على 25 درهم. عدنا السوري. سوري طبعا من النوع الشعري والنوع الطيب يعني ما شاء الله. عدنا الشعر العربي والشخيلي وعدنا السوري. الفسكر اليوم ما شاء الله. الفسكر على 25 درهم. خمس وعشرين. ثلاثة حبات عدنا الفسكر عدنا اليوم مشاهدين الكرام على 25. الفسكر تقريبا سعره ثابت من فترة طويلة ما تغير السعر. يا ثلاثين يا خمس وعشرين تقريبا. ما شاء الله. وعدنا الحدي هنا كم اليوم؟ على 25 درهم. على خمس وعشرين عدنا الحدي بعد مشاهدين الكرام عدنا هنا ما شاء الله حجام مختلفة شيء من الصغار وشيء من الكبار. حمزة بسورياك جدام بنشوف عندك الشعر وعندك القرفة بدايتنا الشعر كم اليوم واصل. الشعر على 35 درهم. 35. من فترة كان بين 40 و 45 نزل إلى 35 درهم عدنا ما شاء الله. طبعا مشاهدين الكرام هذه أسماك طراريد طبعا مش اللنشات هنا عدنا أسماك الطراريد. لكن اللنشات بعد كون شوي فدتشات ثانية وشوي أرخص. وعدنا القرفة حمزة؟ القرفة على 25 درهم. 25. أسبوع اللي طاف كان على 30 درهم. اليوم على 25. على 25. عندنا القرفة أحجام بعد هنية شبه الوسط هذي يسمونه. حمزة بسيرياك جدام بنشوف شو بعد عندك اليوم هو امير. عندك هناك 7 ما شاء الله عندك اليوم. بس الامير كم اليوم حمزة. الامير على 55 درهم. على 55. طبعا هذه الأحجام مختلفة. شيء من الكبار شيء عدنا الصغار وشيء عدنا اللي هم شبه الوسط على 55 درهم سعر الامير اليوم هنا. من فترة كان على 60 و 65 تقريبا حمزة. أيوا. حين على 55. 55 عدنا اليوم. والباشخيل الشخيلي هنا. الباشخيل الشخيلي على 35 درهم. على 35. عدنا الشخيل مشاهدين الكرام فيما تشوفون. عدنا هني أحجامهم بعد طيبة مناصبة. وعدنا هني الحمرة كم ما شاء الله. الحمرة على 25 درهم. على 25 عدنا الحمرة. مطراد بعد. مطراد. وهناك عدنا السبين كم ما شاء الله اليوم؟ 7 على 30 درهم. على 30. كم كيلو فيما ما شاء الله؟ تقريبا 4 كلو وشيء. شلوحدة فوق شوية. هذي طلع على فوق ما شاء الله. هاي السبين ما شاء الله مثل ما تشوفون. كم قلنا حمزة اليوم؟ على 30 درهم. على 30 درهم عدنا الكيلو. يعطيك العافية حمزة ما قصر. بننتغل إياكم مشاهدين الكرام. باعد منكمل جولتنا. مسين الطالع اليوم. حدنا ما شاء الله كل مكان السوق عامر اليوم. حدنا الفرش وال هو امير وعدنا القرفة بس خنطع عياكم اليوم يلعيمي على كم سلام عليك شيف حالك شو الخبار كم من يلعيمي اليوم ما شاء الله يلعيمي كلهو 40 باي على 40% نعم يلعيمي اليوم عندنا على 40 ما شاء الله هجام مختلفة هنا على 40 درهم من فترة كان السوم بين 45 و وصل 35 اليوم عدنا هنا على 40% الجيش هنا كم آخر شيء الجيش هنا كم عندك على كم 20 أشغرين على 20 الجيش نم الحلع على 20 درهم عندنا الجيش اليوم بنتظلوا يلعاكم مشاهدين الكرام بسينا أطالع بعد عدنا اليوم القباب و عدنا ما شاء الله زرايدي هنا بس خانخوز العربان عن خونا سالم هنا السلام عليك تشيف الحال؟ ما شاء الله؟ مان شاء الله هكام زبيدي اليوم؟ زبيدي عليهم 80 درم عليهم 80 درهم نشل فوق شوي مشاهلا شوفوا الأحجام هنا عندنا الكبار من فترة كما يوم حصل كليا الصغار هناك زبيدي حبات الكبار و الكيلو عليهم 80 عليهم 80 درهم عندنا الكيلو والغزالة كم تتون هنا؟ 30 درهم 30 درهم من فترة كانت بين 40 و 45 اليوم عندنا مشاهدين الكرام على 30 درهم محبات الكبار هنا ما شاء الله على 30 الكباب شو الكباب كم واصل؟ صغير 35 و 35 الصغار على 35 والكبار 25 25 الصغار من فترة مشاهدين الكرام تغيبا أول سبع اللي طرف كان بين 40 درهم و 45 لكن اليوم عندنا على 35 والكبار على 25 نشوفوا ياقم بعد هنا مشاهدين الكرام خويصار من الطالع الدتشات الثانية عندنا هنا عندنا ما شاء الله اليودر عندنا السجل و عندنا الجنعد و عندنا الجش العود هنا و عندنا خيل البحر اليودر على كم اليوم؟ 30 درهم على 30 اليودر كانت على 35 اليوم على 30 الكل عد كم؟ 70 درهم 70 الكل عد ما شاء الله من 65 إلى 60 واليوم على 75 والسجل كم وصل؟ 30 ولا فوق؟ 40 على 40 والجيش هنه؟ 30 30 و عندنا الخيل البحر هنا كم ما شاء الله؟ بعد 30 نفس الشيء الحمام كم ما سمنا الحمام اليوم كم؟ أخر واحدة كم هنا؟ كم سعرها اليوم؟ 35 35 35 درهم عندنا الحمام اليوم مشاهدين الكرام يعطيكم العافية مشاهدين اشاركم استفدتوا اليوم من جولتنا و شوفنا وياكم اسعار الاسماك الموجودة عنكم دعوكم معنا و نذهب إلى قسم ثاني من السيء مستمري وياكم في جرتنا و مشاهدينا و متابع الكرام من قسم اللحوم و الدواجر من قسم الطازج دائما هذا شعار سوق الجبيل نتعرف فيها وياكم اليوم إن شاء الله مع أخونا جاسر على أسعار الدواجر موجودة عندنا جاسر سلام عليك جاسر سلام عليك كيف حارك؟ طيب يعطيك العافية جاسر سوف نفتح لك الثلاجة و نشوف اليوم الديائي عندك ما شاء الله الأحجام و الأسعار الموجودة عندك هنا كم الأسعار و كم الأحجام عندك؟ هذا أجم 1150 جرام هذا 1150 جرام كم السعر اليوم عندك جاسر؟ كم سعر اليوم عندك جاسر؟ كم سعر 7.5 الحبة على 17 و الكيلو ب 15 درهم درهم الصندوق الأول الكرتون 13 حبات كم يظهر لنا يعني إن شاء الله؟ 172.5 هذا بدون خصم مع الخصم؟ لا والله بدون خصم خبرني هنا شو عندك الثاني الأحجام؟ 1500 جرام 1100 جرام هناك 1150 جرام هناك 1100 جرام كم السعر بعد هنا؟ 16.5 16.5 الصندوق يطلع علينا 165 درهم بالصندوق الواحد الكرتون طبعا مشاهديني كرام فيه 10 حبات هذا يكون طازج مذبوح الصبح ويوصل عندنا الصبح مثلا هنا ويبتنفى الجياس وإذا حبتم تتشرونه طبعا مشاهدين الكرام معلومات يعني ما أخذنا من الأخوان هنا في قسم الرقابة هذا الدجاج الطازج يتم في الثلاجة مدة ثلاثة أيام إذا تبايع عدة ثلاثة أيام لازم تحوله على الفريزر للتجميد لكن هذا طبعا مشاهدين دائما طازج عندهم واليوم السعر على 165 للكرتون الواحد وهنا كم الحجم؟ ألف قرام ألف قرام ألف قرام كم بعد اليوم الحبه؟ 15 عدنا 150 عفوا 1150 و1100 وعدنا 1000 كيلو على 15 هذا الصغارعة كم هنا؟ كم قرام؟ 700 800 800 800 800 800 800 850 و السعر كم على كل؟ كم قرام كل كان على 15 كم قرام الكلو على 15 كم قرام كم قرام التجاجة لم يتم اختراء كم قرام يوجد سعر هذا الصحن؟ سحن فيه 7 دراهم 7 دراهم كم قرام فيه هذا؟ 0.5 كيلو 0.5 كيلو تقريباً بين 500 إلى 600 قرام وعندنا هذي هنا هنا لتشوفوا دول القلوب طبعاً مالي دياي وهذا الصحن على 7 دراهم كم تقريباً 1.4 كيلو 1.14 كيلو يعني الصحنين احتمال يطلع علينا بـ 14 درهم للصحنين لما يشوفون عدنا هنا مجموعة الصحوم وهذه طبعاً هني القوانص هني على كم بعدين سحن 6 دراهم الصحن على 6 دراهم بعد 1.5 كيلو والكيلو كامل 12 درهم عندنا القوانص ومشاهدين الكرام هذه طازجة مثل ما تبين عندنا هنا في الصورة وفي الصحون موجودة عندنا هنا عقب ما يتم تنظيف الدجاج طبعاً وتفريغ من اللحشة يتم تنظيف بعد القوانص والقلوب والأشبود هنا ويتغسلهم ويخطهم في الصحون يمباعن بهذه الأسعار الطيبة التي هي الصحن الواحد على 7 درهم شكراً جاسر ما قصرت يعطيك العافية مشاهديننا إن شاء الله كنت تستفدتوا من جولتنا في قسم اللحوم الدواجة خاركم ويانا ونسير لكم بعد قسم ثاني من السنة مستمر جولتنا وياكم مشاهدينا متابعنا الكرام هذا القسم المميز في سعود يوتيبي طبعاً قسم من القضار القواكة قسم من العلوان قسم رواح الطيبة متعرف بها وياكم على أخونا محمد هني على أسعار الفواكه محمد سلام عليك محمد سلام عليك شيف حارك شو أخبارك طيب اليوم ما شاء الله المحلات كلها صفرة منقا هنبة برتقال عندكم اليوم أشياء ملونة طيبة نزيه خبرني عساساً بما أننا نحن حين موسم الهنبة ما الأسعار اليوم هنبة عندك هندي باكستاني يمني وملوين بعد عندك باكستاني موسم هندي ينشو خلاسي باقي شهر ويخلص الموسم الهندي كم واصل السعر اليوم الهندي هذا في 2-3 شهر يخلص آخر الشهرين خلاص يخلص كم سعر اليوم عندنا الفونسو هذا 30 30 للصندوق والباكستاني كم باكستاني 25 25 لليوم الباكستاني عندنا ما شاء الله وموزل تشكيتا كم واصل 5 دراهم 5 دراهم للكيلو وهذا الكوادوري أربع دراهم 4 دراهم ومعنب ما شاء الله مالاشتليا كم اليوم 18 18 كيلو هذا مالي 11 هذا سعودي 10 هذا سعودي عمر 12 12 12 درام هذا الهنبي عندنا المالوين هذا اليمني كم واصل اليوم موسم موسم ما شاء الله كم سعر اليوم خلاص هذا خلاص كم سعر 10 درام 10 درام ومعنب هندي هندي بعد 8 درام سنطلع اليوم موسم السعر اليوم وشمام كم واصل اليوم وردوني إيراني 5 دراهم 5 درام وليح ما شاء الله هذا كم سعر واصل الكيلو درامين نزر كم فترة درامين ونصحين نظر بعد أسعار الخضار ما شاء الله نرى المشاهدين الكرام اللي هو الطماط والبصل والبطاط عدنا هندي بس هنا عدنا الورقيات ما شاء الله نشوف بسعر الخص الخص من فترة كان مرتفع سعر كم وصل الخصة حينه 4-5 درام نعم نزل من 7 إلى 8 وفترك وصل إلى 10 درام الآن على 6 أو 4 درام قلت لي 4 4 درام وعندنا سعر الكيلو الخص والطماط على كم ما شاء الله 3 درام 3 درام للكيلو صندوق أو سحارة كم اليوم صندوق 20 20 درام عدنا سعر السحارة ما شاء الله مشاهدين نزل السعر من فترة كان السوم بين 30 إلى 35 وصل 28 نزل إلى 20 درام حاليا عدنا الطماط والبطاطا هذا لبناني مصري مصري فيه ما سعار خبرني 15 كيس 15 مصري مصري والباكستاني 20 درام على 20 درام كياس أكبر وعندنا الليمون على كم ما شاء الله هناك هذا جنوب أفريقيا على كم الليمون عندك 6 درام على برازيلي 6 درام الأفريقي برازيلي 10 درام هذاك هندي أو مصري كم واصل 8 درام ثمان درام ثمان درام عدنا اليوم بعد الهند يعطيك العافي محمد ما قصرت مشاهدين متابعين الكرام مشاهدين استفدتوا ويانا من جورتنا الشامل وياكم اليوم في سوق الجبيل بدناها طبعا من قسم الأسماء انتقنا إلى قسم اللحوم والدواجل وختمناه من هذا القسم المميز قسم الخضار الفواكه بالأسعار إن شاء الله تكون طيبة طبعا في نزول في بعض الخضروات مثل ما شتوياي الخسم الفيتراكاني سامع إلى 10.8 درام اليوم واصل على 4 درام والطماطي وصل إلى 20 من 30 درام يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة